هنا راح ندائل الـ Inverse Z-Transform لطريقتين لفرنش راح نستعمل الطريقة الأولى باستعمل Long Division راح ناخد الفنكشن التالية Y على Z Y of Z نساوي 1, 2, Z Z-1 Z-1 ناخد الطريقة الأولى راح نعمل Long Division راح أخسم هذا الـ Polynomial راح أخسم على هذا الـ Polynomial هذا بساوي 0.2 Z ويهون Z² ناقص Z و ناقص نصف ناقص واحد و مصف Z و ناقص ناقص زائد 0.5 راح نقسم الآن 0.2 Z هلا Z²-1.5 Z بس 0.5 إذا قسمت 0.2 Z على Z² شو تعطيني 0.2 بتنزل زي ما هي و Z على Z² راح تعطيني Z-1 راح تعطيني 0.2 هون بس 0.2 تعطيني 0.2 هون Z-1 في Z² راح تعطيني Z بعدين راح أضرب في هاي 0.2 في 1.5 تعطيني 0.3 مش هي منس لا و ضربنا هلا 0.2 في هاي تعطيني 0.3 Z-1 في Z راح تعطيني Z إلى 0 بعدين عندي 0.2 في 0.5 راح تعطيني 0.1 مش هي بس 0.1 Z to the minus 1 راسبوط راح نترى بس 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 نقسم مرة تانية بس 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 أولي 배ن المحل salive زد منس 2 ثلاثة كبير الطابة المزبوطة 0.15 0.45 عاد تطير منس عاد تطير بلس هاي منس ثلاثة نتنين بشتر ببعضان وبنزل معي الآن منس 0.1 وفلس 0.45 بتطير هاي 0.35 زد منس 1 منس 0.15 زد منس ناخد اخر واحدة هو طلع ما رح يوقف هذا رح يظل بقضر مكمل رح يوقف عند مرحلة معينة رح اخده ثلاثة فلو قسمنا الآن 0.35 زد منس 1 على زد منس اخططين زد منس 3 0.35 زد منس 3 0.35 0.35 زد زد منس 3 منس منس 1 بادي ندي 1.5 3 0.35 0.5 ثلاثة 0.5 25 منس 0.5 5 0.5 25 لازد منس 2 رح أهمل اللي بعدين من هون هذا مساعدتي منس هذا القلص ورح ينزل عندي باقي هون رح أهمل باقي ورح أخذ هذا الجزء التقريب وصار عندي كأنه هاي الفنكشن تقريبا تساوي 0.2 Z-1 0.3 Z-2 0.35 Z-3 رح أخذ رح أخذ أعمل دلي باقي 1T وأضرو في 0.2 رح أعمل دلي باقي 2T وأضرو في 0.3 رح أخذ دلي باقي 3T وأضرو في 0.35 فبسيرين إذا بدي أخذ YN of T يعني فرضنا كأنه هاي سيكنا رح كون عندي هاي بتساوي الآن 0.2 في دلتا T-T plus 0.3 ودلتا T-2T زائد 0.35 إشارة هاي مضبوطة 0.3 أهو 0.35 وعندي هون دلتا T-3T كام يمكنك من هناك؟ هاي أحد الطرق أحد الطرق اللي أحول فأنا طلعت من هون عملت inverse Z-transform فطلعت time domain function من Z هذا ما بحكيلي إلا عن قيم Y of T أو YN of T times capital T 2T 3T ما بعرفت شيء in between فهاي السيقنال إذا بدأ عملها بلطين كيف راح عملها بلطين راح تكون عند 1T عند 2T وعند 3T عند 1T نفترض هذا 1 2 3 4 5 راح تكون عندي تقريبا هون 0.2 خلي هاي 2T وهاي 3T راح تكون قيمة هون 0.2 قيمة هون 0.3 قيمة هون 0.3 ايش هي in between ها نعم اكي ازا بعدين عملت 0 order هون راح نشوف ممكن النيز السيقنال امثلها بهذا الشكل بس بالوقت الحاضر هي sample signal فهي فالد بس عند النقاط هدولة الموجودة هون ولو كملت هديك ايش راح يطلعها معك وطعمك بقيق السيقنال زي اللي بقيق التامز اللي موجودة